بسم الله الرحمن الرحيم تابعة الدرس مع المعلمة والرجوع لقراءة وتحليل المسائل التدريبية والصور والأشكال صفحة 187-189 الدفتر والقلم أدوات مساعدة لاستيعاب الكيمياء كذلك أعزائي التدريب على استخدام الآلة الحاسبة لإجراء العملية الحسابية ولا نستخدم دائماً عن الجدول الدوري صفحة 210-211 نستعرض سابقاً وتناولنا مفهوم الأملاح المائية اليوم يكون الهدف متمم للحصة السابقة وهي توضح المقصود بالملح المائي وتربط اسمه بتركيبه كيف يكون تركيبه؟ هل سوف نستخدم طرق أخرى لمعرفة تركيبة غير معرفة اسم هذا المراكب أو تسمية هذا المراكب؟ قبلها أعزائي نستعرض لهو تدريب السابق المكلفين به وهو عبارة عن سؤالان السؤال الأول المجففات لماذا توضع المجففات مع الأجهزة الأكترونية في سنديق حفظها؟ عادة عندما يتم شراء بعض الأجهزة وخاصة يا أعزائي قبل الأجهزة التي هي أعزكم الله الأحذية نجد في كرتون الأحذية عبارة عن قطعة قماشية يوجد داخل حبيبات من هدف من إضافة هذه الحبيبات أو هذه القطعة القماشية للأحذية؟ نعم تحفظها تحفظها خاصة تحفظها من العوامل الخارجية وخاصة الرطوبة إذن هذه القطعة الحبيبات عبارة عن أملاح هذه الأملاح تتحول إلى أملاح مائية لأنها تمتص جزيئات الماء التي في الهواء الجوي خاصة إذا كان يوجد رطوبة وكذلك المجففات بأي أنواعها التي توضع مع الأجهزة الأكترونية ونراها بهذا الشكل إذن تقوم بامتصاص الرطوبة من الهواء في داخل المجفف فتصبح ملح مائي ويصنع جوا جافة مناسبة لحفظ الأجهزة لأن عادة الأجهزة تتأثر بالعوامل الخارجية فيمكن التحكم ببعض العوامل الخارجية مثل درجة الحرارة ممكن نضعها في مكان بارد أما من ناحية وجود الرطوبة هذا الذي لا يستطيع الإنسان تحكم به كيف؟ لأنه يوجد مناطق جافة ومناطق راتبة نسبة الرطوبة فيها عالية لذلك يستخدمون المجففات للحفاظ على جودة هذه المواد أو جودة الأجهزة وعدم تأثرها من الرطوبة السؤال الثاني أكتب صيغة كل ملح من الأملاح المائية التالية ألف كلوريد النيكل الثنائي سداس الماء وكربونات المغنيسي مخماسية الماء هذه تدربنا عليها في الحصة السابقة وهذا تدريب آخر كتقويم وتكليف سابق نبدأ بالمركب A المائي الأيون السالب الكلوريد نضع آيون الكلوريد يمكن بعض الطلبة المعلمة مرة تذكر آيون الكلور والكلوريد إذا كان على هيئة آيون يقال له كلوريد آيون الكلوريد أو آيون الكلور السالب ولكن إذا كان ذرة متعادلة يقال ذرة الكلور لا يحمل أي شحنة سالبة ولا موجبة ذرة متعادلة يوجد فرق ما بين الذرة وما بين الآيون هذه المعلومية إذن آيون الكلوريد السالب الآيون الآخر وهو النيكل هذا هو رمز النيكل ولكن كآيون بمنه من عناصر الانتقالية يأخذ عدد أكسادة مختلفة فوضعت لي هناك رمز الرموز الرومانية اثنان معناها ثنائي وبالتالي يتم كتابة الآيون بهذا الشكل هذا هو النيكل الثنائي وذكر لنا في السؤال سداسي الماء معناها نكتب الآن صحيح ست جزيئات ماء ماذا يسمى سداسي جزيء سداسي نسمي الآن المركب أعتقد أنه أصبح بسيط عملية كتابة الصيغة الآن نربط الصيغة مباشرة ولا ننسى أن عدد الأكسادة للنيكل زاد 2 والكلوريد سالب 1 وبالتالي طريقة المقص إذن النيكل سوف يرتبط بأيونين من الكلوريد أحسنتم إذن صيغة مركب كلوريد النيكل بهذا الشكل مع ست جزيئات من الماء نضع النقطة معناها ارتبطت وهذه العلاقة ليست علاقة كيميائية معناها يوجد فيها رابطة كيميائية وأنما ارتبطت معها ست جزيئات من الماء هذا هو المركب كلوريد النيكل الثنائي سداسي الماء المركب بي الأيون الموجب المغنيزم في المجموعة الثانية أحسنتم عدد الأكسادة تأكسد له زاد 2 والأيون السالب الكربونات أحسنتم ارجعوا لجدول الأيونات متعددة الذرات اللي نكتب أيون الكربونات بشكل صحيح نعم موجب سالب 2 أحسنتم سالب 2 عدد التأكسد والمغنيزم موجب 2 وبالتالي نعم تعادلاء إذن سوف يستلزم أيون واحد من المغنيزم مع أيون واحد من الكربونات ننظر هنا لعدد الجزيئات الماء كم ذكر هنا في السؤال خمسة إذن نكتب صحيح خمس جزيئات من الماء أحسنتم إذن جزيء خماسي هل نستطيع كتابة صيغة الملح المائي اللي هو كربونات المغنيزم خماسية الماء نعم نجمع هذه الصيغة مع بعضها لنربطها والتأكد أن نعمية الربط أو ارتباط جزيئات الماء مع هذه الصيغة نضع نقطة أحسنتم إذن كربونات المغنيزم إذن كربونات المغنيزم خماسية الماء وبالتالي هذا عبارة عن المفهوم الأساسي والجزء الأساسي من الهدف السابق اللي هو معرفة تسمية مركبات الأملاح المائية الآن اليوم إن شاء الله سوف نكمل هذه الأملاح المائية ماذا يحدث للأملاح المائية وماذا يحصل إذا أطلقنا على الماء أو جزيئات الماء خاصية فيزيائية معينة لننظر هذا المثال لدينا هذه الصورة تأملوا هذه الصورة هذه الصورة عبارة عن أحد الأملاح قبل أن نذكر اسم هذا الملح لننظر إلى لون هذا الملح لونه زهري نعم هذا الملح يسمى كلوريد الكوبلت الثنائي سداسي الماء ذو لون الزهري هل نستطيع أن نكتب صيغة هذا الملح؟ نبدأ الآن الآيون الموجب وهو آيون الكوبلت أحسنتم هل هذا أول أكسيد الكربون؟ نعم لا هذا صيغة مين؟ صيغة الكوبلت أحسنتم الكوبلت عبارة عن رمزان رمز الكوبلت عبارة عن حرفان كابيتل وسمول كربون كابيتل والأكسجين اسمول حتى نميز عن المركبات الأخرى وضعت في هذه الصيغة وليس مركب أول أكسيد الكربون أحسنتم إذن مختلف هذا عنصر وبهذا الشكل يصبح آيون حملش نحن موجب أحسنتم إذن الكوبلت الثنائي كيف تم معرفة عدد التأكسد للكوبلت؟ عرف من خلال هذه الصيغة وهي الأعداد العداد الرومانية ذكر لنا أن الكوبلت الثنائي استخدمها وبالتالي زائد 2 عدد التأكسد لنأتي لنرى الآيون السالب وهو آيون الكلوريد أحسنتم سي الماينس تكرر كثيرا يرتبط بكم 6 جزيئات لنكتب 6 جزيئات من الماء أحسنتم وبالتالي هذا المركب نكتب الصيغة كاملة للملح المائي هذا هو الصيغة الكاملة للملح المائي أحسنتم وضع بنفس اللون لنفس لون الملح كلون زهري طيب أنا أطلقت على هذا الملح الزهري كمية من الحرارة إذن تم بوجود لهب البوتقة وضع كمية من الحرارة فماذا حصل؟ بدأت تسخن هذه المادة عندما سخنت هذه المادة امتصت جزيئات الماء هذه الطاقة وتباعدت الجزيئات عن بعضها البعض ماذا يحصل؟ إذا امتصت جزيئات الماء لطاقة ماذا يحصل؟ تتباعد هذه الجزيئات يتحول إلى بخار إذن تطرد على هيئة بخار الماء من هذا الجسيم وتطرد جزيئات الماء ماذا يصبح الآن؟ هل توجد في الملح المائي كمية من هذه المياه؟ إذن تطرد هذه الكميات ويصبح ملح لا مائي انظروا لون الملح لا مائي ما لونه؟ تغير إذن من الخاصة الفيزيائية له أنه تغير إلى اللون البنفسجي هل يمكن كتابة صيغة الملح لا مائي؟ يسمى كلوريد الكوبة الثنائي اللامائي اللون الأزرق لننظر إلى صيغة هذا الملح اللامائي طبعا الأيون الموجب الكوبة نراه هنا في الجدل بنفس الطريقة إذن كوبة الثنائي أيون الكوبة الثنائي والكلوريد بنفس الطريقة أيون الكلوريد إذن لا يوجد جزيئات ماء والذي يحصل الآن نكمل هذه الصيغة إذن هل يوجد جزيئات ماء؟ لا توجد وبالتالي اسمه لا مائي احسنتم صيغة هذا المركب COCL2 أين جزيئات الماء؟ اختفت من أي عملية؟ عملية التسخين؟ أحسنتم؟ طردت هذه الجزيئات الهدف هنا أن نقارن الآن ما بين الملح المائي واللا مائي من ناحية الكتلة لو كانت لدي كتلة الماء الملح المائي 10 طبعا العمليات الإجراءات إجراءات استخدام المعمل يكون عن طريق عمية التسخين نجعل البوتقة التي يوجد بها الملح أو نستخدم البوتقة ويتم وزنها فارغة ثم نضع كمية الملح المطلوبة وتكون 10 جرام حتى لا تحتسب ضمن الوزن وتوزن كمية من كمية الملح بهذه الطريقة بعد ذلك بعد عمية التسخين نترك البوتقة وهي ذات الوعاء الخزفي اللون الذي ترونه هنا ذو اللون الأبيض نجعله يبرد تماما ثم نوزن البوتقة بعد عملية التسخين فبعد هذه العملية اتضح أن كتلة الملح اللامائي 8.3 جرام هل يمكنني إيجاد كمية أو كتلة الماء في هذه الحالة؟ إذن عملية رياضية بسيطة وهي تحديد كتلة الماء تكون عن طريق كتلة الملح المائي ناقص كتلة الملح اللامائي وبالتالي نجري العملية بشكل بسيط لدينا الكتل قبل التسخين وبعد التسخين كتلة الماء الملح المائي وكتلة الملح اللامائي أحسنتم إذن 10 ناقص 8.3 من 10 يساوي 1.7 من 10 كتلة الماء بالقرام جميل الآن الهدف هنا لو كان لدي ملح مائي هل أستطيع إيجاد صيغة بشكل صحيح وأحدد عدد الجزيئات التي ارتبطت بها الماء أنا أستطيع أحدد صيغة المركب لأني خلال رجوع الجدول الدوري والطريقة التي أتبعها ينتج لي صيغة المركب لكن هل أستطيع معرفة عدد الجزيئات هل هي 5-16 جزيئات مرتبطة بالماء هذه توضح لنا عن طريقة معينة وهي خطوات معينة لاحتساب عدد جزيئات الماء المرتبطة بأي ملح مائي كيف؟ ليكون لدي هذا السؤال الهام كيف يمكنك تحديد صيغة ملح مائي؟ هل لدينا صيغة ملح مائي؟ ليكون صيغة ملح مائي عام وليرمز للعناصر بأي وبي كما احنا متعودين هذا يعتبر ملح مائي يحتوي على عدد من جزيئات الماء كم عدد جزيئات الماء الموجودة هنا؟ أحسنتم X مجهولة 1-2-3 إلى ما لاحد من عدد الجزيئات ممكن يرتبطها مع هذه الصيغة المعروفة مثلا إذا استخدمت بهذه الطريقة وعملت عملية تسخين ماذا يحدث؟ سوف يتكون لصيغة الملح اللامائي أحسنتم وتنطلق كميات أو جزيئات الماء بمقدار X التي كانت موجودة في الجزيئ طيب أحزائي؟ لو أنا استخدمت ملح 1 مول من الملح المائي من خلال ارتباطهم بهذه الصيغة بشكل عام إذن ينتج منه 1 مول من الملح المائي؟ لا الملح اللامائي أحسنتم مع X من المولات من جزيئات الماء المنطلقة إذن القيمة هذه تكون ثابتة للملح نفسه معناها لو أمثلها لكم بشكل معين أنا لدي هذه الصيغة هذا صيغة ملح مائي أحسنتم من يدلل أنه ملح مائي؟ يوجد جزء هو اللون الأزرق دلالة على الماء أحسنتم أجرينا عملية الهدف الأولى هنا الآن كيف أحصل على كتلة الماء بهذه الطريقة وأحصل على عدد جزيئات الماء ليس الهدف فقط الكتلة وإنما كيف أعرف عدد الجزيئات لذلك هنا بعد عملية التسخين ما الذي يتبقى؟ يتبقى لدينا الملح اللامائي طيب كيف يجاد عدد الجزيئات المرتبطة بالملح المائي؟ كيف أعرفه هنا في هذه المسألة؟ عن طريق خطوة هامة معناها صيغة الملح المائي المراد معرفته يساوي X من جزيئات الماء مرتبطة بس مضروبة في صيغة الملح اللامائي وهذه نفس الصيغة التي رأيناها وتم إيجاد تسمية للمركبات السابقة طيب هذه X كيف أجدها؟ X هي عامل بنفس الموجودة عامل التحويل الموجودة في هذه المسألة وهي أو عفو الموجودة في المعادلة إذن X قيمة X عبارة عن تتوقع ما هي؟ دائما الجزء على الكل إذن هي عدد مولات عدد مولات الماء على عدد مولات الملح اللامائي هي قيمة X فإذا ظهرت هذه النتيجة مثلا X ثلاثة معناها عدد الجزيئات المرتبطة ثلاث جزيئات من الماء طيب كيف أعرف عدد المولات؟ لو أتت لي عملية معينة لا يوجد فيها عدد مولات وإنما أثناء إجراء الحسابات وإثناء إجراء التجربة عبارة عن كتل نتعامل مع كتب كتل إذن نحولها الكتل إلى مولات لابد إذا كان الإجراء الذي متخذ في البداية عملية كتل تحول إلى مولات يقال دائما تحدث بلغتهم كيف أتحدث بلغتهم؟ إذا كان الهدف هنا إيجاد X التي هي منطلقة بعدد مولات إذن لازم أتحدث بعدد بلغة المولات إذن أحول جميع المعلومات التي لدي إلى مولات كيف؟ إحنا طريقة معروفة توجد علاقة ما بين الكتل والمولات فتحول الكتل إلى مولات إذا كانت لدي الكتل إذن كيف أوجد؟ أوجد كتلة جميع ما لدي مثل كتلة الماء كيف أوجد كتلة الماء؟ تحديد كتلة الماء يسوي كتلة الملح المائي ناقص كتلة الملح اللامائي هذه جميعها بنطبقها تطبيق مباشر من خلال المثال التالي لدي المثال موجود في الكتاب مثال 5.14 تحديد صيغة الملح المائي وضعت عين من كبريتات النحاس المائية C-U-S-O-4-X-H-2-O كتلتها 2.5 جرام في جفنة وسخنت وبقي بعد التسخين 1.59 جرام من من؟ من كبريتات النحاس هذا ملح ماذا به هذا الملح اللامائية؟ البيضاء إذن حتى أنظروا لهذه الأملاح تتغير ألوانها نتيجة فقدانها للماء كانت زرقاء عندما كانت لديها X من جزيئات الماء وأصبحت بيضاء عندما افتقدت جميع جزيئات الماء C-U-S-O-4 ما صيغة الملح التالي وما اسمه؟ الخطة الأولى الهامة جدا هنا أن الحصول يا أعزائي على الأساسيات الحل أن أربط الملح اللامائي مع الماء مثل هذه الطريقة وبالتالي لابد من الحصول على كتلة الملح الماء وكتلة الملح اللامائي كتلة الملح اللامائي موجودة نراحض بداية القانون أو بداية الحل لابد الحصول على كتلة الماء غير موجودة هنا وبالتالي كتلة الملح المائي يساوي ناقص كتلة الملح اللامائي اللامائي C-U-S-O-4 هل هي موجودة؟ أعطانا إياها في المسألة نعم موجودة وهي كتلته كتلة الملح اللامائي 1.59 أحسنتي وكتلة الملح المائي 2.5 إذن 2.5 الملح المائي ناقص الملح اللامائي وهي القيمة الموجودة هنا 1.59 جرام وميزها باللون البني يعطينا كتلة الماء أحسنتم أوجدنا كتلة الماء هل نضع هذه النتاج حتى نتعرف الآن؟ إذن العلاقة ما بين كتلة الملح اللامائي وكتلة الماء اللامائي موجودة الآن في المسألة وكتلة الماء أوجدناها ما الخطة التي تريها؟ تحويل الكتل إلى مولات أحسنتم هذه الطريقة إذن تحديد الكتل إلى مولات أنا وضعت رقم 2 في الأسفل ما معناها؟ لنرى رقم 2 اللي هي عدد المولات يساوي كتلة المركب بالقرام على 1 مول مقلوب الكتلة على المولية أنا وضعت لك الكتلة المولية قانونها مسبقا لماذا؟ لأنها قانون عدد المولات يتطلب معرفة الكتلة المولية وهذه نعرفها تماما وهذا القانون معروف لدينا واجرينا حساباته كثيرا يلا نبدأ الآن في إيجاد الكتلة المولية لكبريتات النحاس طبعا في وجود الجدر الدوري يساعدنا كثيرا يلا الكتلة المولية 63.546 من ألف ما هو؟ هذه الكتلة المولية لمن؟ لمن أحسنتم؟ النحاس مضلوبة في عدد ذراته كم؟ واحد أحسنتم 32.65 من ألف الكتلة المولية لمن؟ للكبريت أحسنتم في عدد ذراته كم عدد ذراته؟ واحد أحسنتم زائد 16 لمن هذه 16 الكتلة المولية؟ للأكسجين أحسنتم في أربعة أربعة عدد مين؟ للذرات الأكسجين وبالتالي إجروا العملية الحسابية الناتج جميل أحسنتم 159.6 من 10 جرام لكل مول هذه الكتلة المولية للملح اللامائي والماء نعم الماء 1.8 من ألف مضلوبة في اثنين لوجود ذراتي من الهيدروجين زائد 16 ما هي 16 الأكسجين مضلوبة في واحد؟ إذن أجري العملية؟ أحسنتم إذن هذه الكتلة المولية للماء طيب هل الآن نستطيع نتحدث برغتهم؟ أن نستطيع الآن نحسب عدد المولات؟ من خلال القانون الموجود القانون الموجود لدينا إذن نضع كتلة المركب وهو الملح اللامائي كم كتلته؟ موجودة هنا وضعتها باللون البني حتى يتم معرفتها بهذا الشكل على مقلوب الكتلة المولية أوجدناها هذه القيمة إذن نعمل عمية القسمة سريعا جميل أحسنتم تسعمية وستة وتسعين من كم؟ كم؟ هل هي من ألف؟ تسعمية تسعة وتسعين من عشر تلاف مول أحسنتم طيب هنا كذلك الكتلة المولية العدد المولات للماء إذن كتلة الماء مضروبة في مقلوب الكتلة المولية ثمانطعش فاصل اثنين يصبح خمسة من مائة مول إذن هذه عدد المولات أوجدنا عدد المولات إذن نطبق القانون التالي وهي الصيغة الجزائية للملح يساوي قيمة العامل مضروبة في الصيغة في صيغة الملح اللامائي قيمة العامل وهي إكس عدد مولات الماء خمسة من عشرة على تسعة وتسعين من عشر تلاف يصبح القيمة خمسة التالي هذه الخمسة ماذا تعني هذه الخمسة؟ إذن عدد جزائيات الماء إذن كبريتات النحاس في الماء مقدار خمس جزائيات الآن نأخذ مثال آخر تحفيز سخنة عينة كتلتها 11.75 جرام من ملح ماء يشاع لكلوريد الكوبلت الثنائي وبقي بعد التسخين سبعمية واثنائش من عشر تلاف مول من كلوريد الكوبلت اللامائي ما صيغة الملح المائي وما اسمه نتحدث بلغتهم انظروا لهذه المسألة تحدث عن جرامات ومولات إذن يوجد يوجد تفاوت أو يوجد من المعطيات ليست متكافئة المعطيات لدينا غير متكافئة تحل هذه الطريقة بعدة طرق لذلك أما تحول جميعها إلى مولات أو جميعها تحول قرامات ثم بعد ذلك إلى مولات والهدف نحولها إلى قرامات مبدئيا حتى معرفة كتلة الماء وبالتالي أنا هنا لا بد أن أحصل على كتلة الماء لدي معلومات عن كولوريد الكوبلت المائي يعني الملح اللامائي والملح المائي لكن ليس لدي معلومة عن كتلة الماء وبالتالي كتلة الماء كتلة الملح المائي ناقص كتلة الملح اللامائي أنا ليس لدي هنا كتلة الملح اللامائي وهو كلوريد الكبلة اللامائي هنا المعلومة التي موجودة هنا عدد المولات وبالتالي لدي القانون المعروف كتلة الكتلة تساوي عدد المولات في مضروبة في معامل الكتلة المولية لهولا الملح اللامائي عدد المولات موجودة نعم أو لنوجد الكتلة المولية اللي هي من خلال الجدول 85.93% مضربة في 1 زاد 35.45% ضرب 2 هذه الكتلة المولية المعروفة وأوجدناها 129.83 جرام لكل مول أوجدنا الكتلة المولية نعوض مباشرة لإيجاد كتلة الملح اللامائي كتلة الملح اللامائي من خلال منين أتت؟ القيمة الصفراء اللي هي 712 من 10 ألاف أحسنتم من خلال المعلومة الكريد الكوبلت عبارة عن عدد مولاته موجودة خلال المسألة عدد المولات مضربة في الكتلة المولية على 1 مول تصبح 9.27 جرام مثلما ذكرت لكم تحل المسألة بعدة طرق خلينا نفهم الطريقة الأولى وأنتم تطبقون الطريقة الثانية أوجدنا الآن كتلة الملح اللامائي إذن كتلة الماء أحسنتم من خلال هذا والملح اللامائي كتلة الماء موجودة هنا وهي 11.5 كتلة الملح المائي إذن كتلة الماء وهي مقدارها كم؟ كتلة الكوبلت كتلة الماء كتلة الملح المائي 11.75 من المسألة كتلة الملح اللامائي 9.27 أوجدناها من خلال الشريحة السابقة وكتلة الماء أوجدناها من خلال 2.51 من 100 إذن الكتلة الآن موجودة نتحدث بلغتهم نحول الكتل إلى مولات أحسنتم أو قبل أن نحولها لمولات الكتلة المولية للعناء للمركبات الموجودة لدي هذه المعلومات أنا لم أوجد الكتلة المولية لكل وديد كوبة ما السبب في ذلك؟ أوجدته سابقا أحسنتم هذه القيمة موجودة سابقا إذن الكتلة المولية للماء أحسنتم النتيجة موجودة هذه هي 18.2 من 10 طيب الآن نحسب عدد المولات لن أوجد عدد المولات ما السبب في ذلك؟ عدد المولات للملح اللامائي ما السبب في ذلك؟ موجودة في المسألة هذه عدد المولات وضعتها باللون الأخضر إذن نوجد عدد مولات من الماء؟ إذن بعض القيمة موجودة نتحدث بلغتهم إذن حولت جميع المعلومات التي لدي المعطيات إلى مولات أحسنتم والطريقة الأخرى نوجد X لأن X تتطلب عدد مولات جزيئات الماء على عدد مولات جزيئات الملح اللامائي وبالتالي 139 من 10,000 على 712 من 10,000 تصبح 1.95 نقربها هذه القيمة لازم نسب صحيحة أحسنتم 2 نقرب 1.95 من 100 وبالتالي عدد جزيئات الماء كم؟ 2 أحسنتم أحسنتم إذن صيغة الملح هذه هي الصيغة نضع صيغة الملح إذن هو الآن الملح اللامائي CO, CL2 فيه كم جزئ من جزيئات الماء؟ أحسنتم 2 وضعنا جزيئات الماء ومقدارها 2 هذه القيمة تحسب بهذا الشكل شكرا لكم طلاب الكيميا واحد شكرا لكم لتفاعلكم وحماسكم والصلاة والسلام على فضنبيا والمرسل محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لكم